وفيها دوام الذكر في كل حالة يرى الأنس بالطاعات لله مغنما ويصحب حرا دله في طريقه وكان معينا ناصحا متيمما الحقيقة أن النظم ليس له في حدود الطلاع حتى الآن إلا مخطوط واحد والأبيات من أول البيت السابق قال ومن ذاك إحساس محبي ثم سيقول كثيرا ومنها 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 إلا هذا البيت فالذي اطلعت عليه وفيها والأنسب منها يعني من علامات صحة القلب لكن المعنى صحيح أيضا يعني تجد في علامات صحة القلب دوام الذكر من علامات صحة القلب دوام الذكر في كل حالة يعني يشرع فيها الذكر هناك حالات ضيقة لا يشرع فيها الذكر وأما معظم أوقات الإنسان يشرع فيها الذكر وقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فوسع الأمر جدا وهذا الذي يذكر الله كثيرا سيجد أن أنسه وسعادته في طاعة الله سبحانه وتعالى القلب الذاكر يجد راحته وطمأنينته في الطاعة كان شيخ الإسلام ابن تيمية لما هدد بالسجن يقول أنا جنتي في صدري هكذا يكون صاحب القلب الحي مع كثرة ذكر الله يجد أن أنسه وطمأنينته وفرحه لا في أن يستأنس بالناس ولا في أن يتمشى ويشاهد المناظر الجميلة ولكن أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك الذكر وسيلة إلى هذا الأنس وقد قال الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب والإنسان قد يجد وحشة في هذا الأمر في بداياته فيحتاج إلى من يعينه ولذا قال الناظم ويصحب حرا دله في طريقه وكان معينا ناصحا متيمما فالصحبة ليست من علامات صحة القلب يعني هذه ليست علامة رابعة من صحة القلب ولكن الذاكرة الذي يريد أن يأنس بالطاعة يحتاج في وداية سيره إلى من يعينه ويتصف هذا المعين بصفات قال ويصحب حرا دله في طريقه وكان معينا ناصحا متيمما ذكر خمس صفات أولها أن يكون حرا ولعله يقصد أنه ليس عبدا لشهواته والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعيس عبد الدرهم تعيس عبد الدينار وابن القيم يقول في وصف أناس لم يعني لم يرضوا والعياذ بالله بعبوديتهم لله فحاولوا التخلص وأرادوا أن يعيشوا أحرارا زعموا فكانوا كما وصفهم هربوا من الرق الذي خلقوا له وابلوا برق النفس والشيطان فالإنسان إما أن يكون عبدا لله وهذه الحرية الحقيقية أن يكون عبدا لله ممتثل لأمر الله فيكون حرا من كل قيود الأرض أو يكون هاربا من هذه العبودية التي خلق من أجلها فيبتلى برق النفس والشيطان وهما مثالان وإلا فقد تكون العبودية لزوجة وقد تكون العبودية لدرهم إلى غير ذلك نسأل الله السلامة هذا الصاحب يكون حرا لا يكون عبدا للهوى والشهوات ثم ذكر صفة أخرى دله في طريقه أنه يدله على طريق الخير ويرشده إليه وكان معينا هناك من يدلك على الخير ولكن لا يعينك بمعنى أنه قد يدلك ثم يفعل أفعالا تناقض دلالته وقد قال الله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم فهذا في الغالب لا يؤثر في من ينصحه فقد يدلك ولكنه يسير في الطريق الخاطئة فماذا ستصنع ستتأثر بأفعاله أكثر من تأثرك بأقواله فلابد أن يكون الصاحب الذي تختاره لنفسك مؤنسا لك في طاعة الله معينا لك بفعله ثم قال ناصحا قد يجد بعد الدلالة والإعانة خللا فينصحك والدين النصيحة وأنت وصاحبك كلاكما يحتاج إلى النصح من الآخر ثم قال متيمما أي قاصدا إلى الهدف الذي تسير إليه وهو رضى الله سبحانه وتعالى والوصول إلى جنته ولعل أنبه هنا أن المسلم ينبغي أن يعتني بالأذكار من جهتين طالما أننا ذكرنا أن من إعلامات الصحة دوام الذكر أولا علينا أن نحرص على الأذكار النبوية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كتب في ذلك العلماء قديما وحديثا يحرص الإنسان على كتاب يجعله أنيسا له ومن الكتب النافعة في ذلك الكتيب الصغير في حجمه الثقيل في وزنه لكثرة ما يترتب على العمل به من الأجر كتيب حصن المسلم حصن المسلم الشيخ سعيد القحطاني رحمه الله كتاب النافع متيسر في كل مكان ولله الحمد يحرص الإنسان أن يحفظ ما فيه من أذكار ويواضب عليها في الأوقات المحددة لها هناك أذكار مطلقة تقال في سائر الأوقات كما هو معلوم الأمر الآخر وهو مهم جدا وإذا فوت قلت فائدة الذكر ولم يجد الإنسان فيه الأنسى والطمأنينة ألا وهو أن يعرف الإنسان معنى ما يقول من أذكار ويستحضر ذلك المعنى عند قول الذكر نحن عندما نذكر الأذكار النبوية فكل ذكر له معنى الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور له معنى واضح عربي لمن يعرف العربية وكلما توسع الإنسان في العلم فهم من هذا الذكر شيئا أكثر والمهمة الثانية وهي أعظم وأصعب لأنه أحيانا يكون الذكر واضحا جدا مثل الحمد لله الذي أحيانا بعدما أتناوله النشور ربما يفهمه كل عربي يعرف معناه وبمجرد أن يتعلم مسلم اللغة العربية يستطيع أن يفهمه سهل ولكن الخطوة الثانية الصعبة هي أن يستحضر الإنسان ما يقول يعني عندما يستيقظ من نومه يقول الحمد لله ويستشعر أن هناك نعمة جديدة ويستشعر أن هذه الحياة شملت كثيرين وهبوا الحياة بعدما أماتنا فقد كنا في نومنا أمواتا وبعض الناس في هذه النومة انتهت حياتهم وإليه النشور يتذكروا العبد عندها الآخرة وأن بعد هذه الحياة والموت الجزئيين موتا ثم حياة أبدية بعد ذلك هكذا يتفكر الإنسان في كل شيء من أصغر ذكر بسم الله عندما تقول بسم الله تستطيع أن تستحضر معناها وأنك تستعين بالله وأنه عظيم يعينك إلى غير ذلك فالحقيقة أن استحضار معاني الأذكار مهم جدا وقد ضرب مثل مهم في هذا الباب وإن أطلنا قليلا في فائدة الذكر وهذا المثل لو تأملت فيه نافع جدا قالوا إن رجل شكى حلقه مرض وشعر أن حلقه فيه شيء فذهب إلى الطبيب فوصف له دواء وقال له أخذ هذا الدواء أخذ منه ثلاث ملاعق ملعقة في الصباح وأخرى في الظهر وثالثة في المساء في الليل ذهب الرجل وعاد بعد أيام غاضبا وقد زاد مرضه وصار يصرخ في الطبيب ويقول له إن هذا الدواء لا ينفع بشيء استخدمته كل هذه الأيام دون أدنى فائدة بل زاد مرضي فقال له كيف استخدمته فقال كنت أخذ الدواء من القارورة وأضعه في الملعقة وأخذ الملعقة وأدلك ما صببته فيها أدلك رقبتي حيث موضع الألم ولكن ذلك لم يفدني بشيء فقال له والأمر واضح لكنه مثل ضرب قال قال إن هذا الدواء يشرب ولا يدلك به الجلد من الخارج ولو ضللت تدلك جلدك عمرك كله فإن هذا لا تأثير له في شفائك من هذا المرض وكذلك الذكر الذكر بدون استحضار المعنى قليل الفائدة لا نقول إنه مثل هذا المثل تماما لأن الإنسان يؤجر على ذكره بدرجة ما لكن إذا أردت أن يكون الذكر سببا لأنسك بالله وحياة قلبك فإنك تحتاج أن تستحضر معناه وتتأمل فيه وهذا الباب إذا فتح للعبد وجد من الخير الشيئة الكثيرة جدا لكن لا نستطيع أن نطيل أكثر من هذا في هذه النقطة والله أهلا